حاجة أخدنا فيها القرارات مع زماننا في مجلسة أعلى الجماعات هو إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام جميع 19-20 والحقيقة قلنا كمان تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموعة كلي للدرجات في السنوات الدراسية بمعنى أن المجموعة التراكمي مش هيخش فيه أي تقييم من التقييمات اللي احنا بنقولها وبنستبدل تلك الامتحانات سواء التحريرية والشفوية اللي احنا بنضمهم على بعض بنستبدلهم بإحدى البديلين الأتيين ألف إعداد للطلاب لرسائل بحثية مخبولة ممكن رسائل بحثية دي تكون مقالة بحثية ممكن تكون مشروع بحثي ممكن تكون بحث مرجعي طبعا ما نقدرش في الحلقة ده نتفق على نوع البحث أو نوع المشروع لأن زي ما اتفقنا إحنا عندنا دراسات مختلفة عندنا فنون جميلة عندنا فنون موسيقية عندنا طب عندنا هندسة عندنا تربية عندنا حقوق عندنا تجارة وهكذا وبالتالي تختلف الأراء وتختلف النوع أو الأنماط المشاريع اللي ممكن أنها تتناسب مع كل تخصص فقلنا أن الرسائل البحثية دي هتبقى بديل للمتحانات التحريرية والشفوية في المقررات اللي كانت بتدرس في هذا الفصل الدراسي ويكون لكل جامعة الحقيقة مهم جدا الحتة دي أن كل جامعة هي بتحط الضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي مع تأكيد حاجة مهمة جدا أن هذا البحث أو هذه المقالة أو البحث المرجعي سيتم يعني مراجعته من أعضاية التدريس وتلتزم الجامعات بتقييم دقيق علشان نقدر بس ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الاقتباس أو النقل من رسائل أخرى بشكل جزئي أو بشكل كلي وأنا أطمن حضراتكم عندنا نظام إلكتروني بيستطيع أنه هو يعني يعمل على دراسة نسبة الاقتباس ونسبة التكرار في كل الرسائل فبالتالي إحنا مدربين لهذا النوع من أنواع التقييم على مستوى الجامعات والكليات بشكل كبير فأتمنى أن إعداد الطلاب لرسائل البحثية والمقبولة تكون من مجهود الطالب وبنؤكد على أن إحنا سنتعامل بمنتال حزم مع أي نوع من أنواع الاقتباس أو أي نوع من أنواع النقل سواء بالنسبة لجموع الطلاب أو من سوف يساعدهم ونطبق القانون في هذا المجال بشكل كويس جدا أما الاختيار الآخر هو اختبارات إلكترونية للمقررات لكن هنا الحقيقة إحنا حطينا بالنسبة للاختبارات الإلكترونية يعني شروط واضحة جدا أولا قلنا أنها تبقى ممكن تنفع للكليات أو البرامج الدراسية اللي فيها أعداد محدودة من الطلاب يعني لا تصلح للأعداد الكبيرة من الطلاب كلمة أعداد محدودة أن هي يتوفر لدى الكلية بنية تحتية أو إمكانيات تكنولوجية تحقق أو تسمح لها بإجراء هذه الاختبارات شريطة أن يكون هذا الاختبار واصل لكل الطلاب يعني بمعنى صح أنا عايز أطمئن أن كل طالب من المجموعة الصغيرة اللي موجودة في داخل هذا البرنامج تستطيع أنها تحقق لهذا الامتحان الإلكتروني إذا لم نتأكد من هذا وهي مسؤولية كل جامعة بل كل قسمة بل كل كلية أن تتحقق من هذا إذا ما قدرناش يبقى بنرجع للمرجوع الأولاني اللي هو الرسائل البحثية أو المقالة البحثية أو المشروع البحثي وخلافه مهم جدا أن نقول في الحتة دي أن أي من البديلين سواء المشروع البحثي أو الامتحان الإلكتروني لا ترصد درجات الطالب وإنما يعد الطالب راسب وناجح فقط مهم قوي اللي احنا بنقوله ده ليه الطالب مش عايزين حزبه على مرحلة دراسية انقطعت فيها دراسته انقطعت فيها تواجده بشكل كبير على أثناء الدراسة وبالتالي بنقوله ما استكمل اللي انت استكملته في أثناء العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد احنا بنطلب منك فقط نمرت النجاح أو السقوط أو بمعنى أصح ده هتمتحن إلكتروني أو هتمتحن عن طريق تقديم بحث فالمطلوب في هذه الدرجة هو درجة نجاح ورسوب فقط ولن تتم ضم هذه الدرجة إلى النظام التراكومي بتاعك فمش هتضر فيها في الحساب للدرجات مهم قوي كمان نقول ان استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد ينتهي يوم تلاتين أربعة ان شاء الله يعني اذا اللي احنا شغالين فيه دلوقتي هنكمل به لحد تلاتين أربعة ثم بعد تلاتين أربعة هتبدأ الكليات والجامعات تعد نفسها علشان تحط الضابط الخاصة بالرسائل وفي نفس الوقت ممكن أثناء هذه الفترة يتم تدريب الطلاب وعمل مراجعات عن طريق التعليم عن بعد لكن المناهج الدراسية تنتهي يوم تلاتين أربعة ودي حاجة مهمة طيب إيه اللي يحصل في حالة عدم قبول الرسالة البحثية أو المشروع البحثي أو عدم نجاح الطالب في المتحن الإلكتروني مفيش مشكلة أبداً بيعنده فرصة تانية أنه هو يرجع يعيد المخالة البحثية أو يعيد المتحن الإلكتروني بنفس الطريقة اللي هو امتعام بيها في الأول لكن لمرة واحدة فقط لو تم أنه ما توفقش في المرة التانية سواء في المتحن الإلكتروني أو في البحث بيعتبر راسب وفي الحالة دي بتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية بيبع في ذلك تبيان ما هي الرسائل لكل مقرع على حدة كل ده سواء الإعلان التفاصيل هيبقى في موعد أقصى أيوم الخميس سبعة خمسة وتبدأ تسليم الرسائل ثلاث أسابيع بعد كده تبدأ يعني ممكن تستمر للبعد كده لكن بندي فرصة للطلاب أن هم يعودوا الثلاث أسابيع ما حدش طلب منهم أي حاجة يستعدوا يتضربوا يعملوا الأبحاث بتاعتهم اللي هي في كل مادة أنا بكرر تاني في كل مادة وبعدين يتقدموا بداية من يوم 31-5 علشان تبدي بقى الأعمال الكنترول وأعمال التصحيح الطبيعية علشان إصدار النتائج إن شاء الله طيب ماذا لو فيه كليات عملية لوائحة داخلية بتستلزم تدريبات عملية أو إكلينيكية أو إجراء امتحانات عملية احنا عارفين احنا قلنا البديل للمتحان النظري والشفوي خلاص مش عايزين حد ينزل احنا خايفين عليك بتنزلش لو سمحت وخليك في البيت هنمتحنك وانت في مكانك يعني معنى كده صحتك أهم عشان إحنا معنيين بشكل كبير جدا إن صحتك تبقى في المقام الأول ولكن دراستك والسنة الدراسية كمان تكمل علشان مستقبلك يبقى برضو إحنا مراعيينه طيب الكلية العملية بقى اللي هي فيها دراسات بتستلزم تدريبات عملية أو إكلينيكية في عيادة أو في معمل أو في ورشة لا هنا بنقول تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية والإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة يعني معنى صح لو الدولة جات قالت إحنا انتهينا من تعليق الدراسة في هذا التوقيت بنقول هنديلك أسبوع أو أسبوعين والجامعات تقدر تفتح لأن خلاص بقى فيه الدولة رفعت أي قيود على النزول في الحالة دي هتقدر تنزل بشكل كبير تتمرن في العيادة أو في الورشة أو في المعمل بناء على اللوايح بتاعتك وبعدين تخش الامتحان يبقى إذن هتدي فرصة أنك أنت تتدرب ثم تخش الامتحان بتاعك العملي